رجعنا تاني من مشاكل شرين عبد الوهاب وحسام حبيب اللي مش بتخلص وكل ما نقول خلاصة الموضوع انتهى على كده نلاقي مش بينتهي وظهرت مشكلة وازمة جديدة تاني لشرين اقوى من اللي قبلها وكله بسبب اللي حواليها سواء طلقها حسام حبيب او اهلها وقارب المقربين ديها ورغم محاولات شرين انها تبعد عن اي مشاكل لكن للاسف ما بتعرفش فبتضطر انها تظهر وتعلق بنفسها على اللي بيحصل زي ما حصل دلوقتي وبعد ما حاولوا تسكت يومين على تسريبات حسام حبيب اللي اتهم فيها اخوها انه سبب اختفاءها وبقى صفحتها على ستوشال ميديا وازمتها كمان مع شركة روتانا تكذيب اخوها للاتهمات دي لانها قالت لا ما بديهاش بقى انا هطلع اقول الحقيقة وانهي الجدر ده اللي حصل المرادة انه من كم يوم كده فجئنا بتسريبات مسجرة لحسام حبيب خرجت من علاية الفون وبيتهم فيها محمد عبد الوهاب اخو شرين انه هو وراء كل المشاكل اللي حصلت لشرين وانه بعض صفحات السوشال ميديا بتاعتها بتوكيل عام كانت شرين عملته له من زمان غير كمان انه سبب المشاكل اللي شرين وقع فيها مع شركة روتانا وقال كمان ان اهل شرين بيستغدوها ماديا وبيسرقوا منتلكتها وانهم باعوها وهم وراء اختفاءها من السوشال ميديا طبعا حسام حبيب ما اسكتش على اللي حصل وخرج يعلق على اللي حصل بس في نفس الوقت ما انقرش حاجة وقال او التسريبات دي خرجت من على التليفوني لك انا ما قلتش الكلام ده بشكل رسمي ومش هسكت وهقاضي اي حد ينشر التسريبات دي طبعا اخو شرين ما اسكتش وخرج هو كمان وقال انا هقاضي حسام حبيب على الاتهمات دي لان كلامه مالوش اساس من الصحة وكل اللي قاله كذبه محصلش وقال كمان ان حسام بيحاول يدخل نفسه في شؤون الاسرة الداخلية لدوافع شخصية مغرضة وما بين رد محمد عبد الوهاب وتعريق حسام حبيب الدنيا قامت وما عادتش وبعد ما شين حاولت تصمد شوية وتبعد نفسها من المشكلة دي بس ما قدرتش ولينها علقت على الموضوع من خلال تسجيل صوتي لها قررت تزيق على برنامج الحكاية مع عمر اديب عشان توضح الحقيقة واللي اتفاجئنا بها كلنا وكانت عكس ما هو متوقع شرين قالت للجمهور كلام حسام حبيب صح وفعلا اهلي بعوني وكملت كلامها وقالت بالنص ان فجأت باللي حصل على ستوشال ميديا من محمد اخويا وحسام وحبيت ارده واكد ان كلام حسام مظبوط جدا واخويا فعلا بعني وكملت كلامها وقالت التصريح اللي نزل نزل من محامي محمد اللي مستولي على ستوشال ميديا ومضاله على العقد بيخليه يستفيد من ستوشال ميديا بتاعتي وفي اغاني جميلة جدا جدا عاملينها وشوية حاجات بتخلص عشان المشاكل مع الشركة المنتجة لان في حد كمان قصد يقعدني في البيت وبينخلص الحاجات دي عايزكم ما تصدقوش اي حاجة من محمد عبد الوهاب وان شاء الله لاغاني لما تنزل تعجبكم بالرغم من ان المحكمة حكمت والقضاء المصري قال ان عقد انتهى مع روتانا لكن هما لسه رفعين قضايا موقفين الدنيا كلها وانا وصخة في قضاء بلدي واتطريت ارد لاني لقيت الستوشال ميديا مقلوبة وقالت كمان مش عايز اضايقكم لاني عارفة ان كل واحد فيكم عنده مشاكل مهموم وكل شوية شرين وشرين والفترة اللي فاتت ما كانش ليا تصرحات وانتو اهلي وسندي وبترد غبتي وبتقفولي وكمان بعد اذنكم في بيان رسمي في مكتب المحامي قنطوش ما تصدقوش غير البيانات اللي بتبقى تصريح مني شخصيا غير كده دي اكذيب واشكركم يا حبايبي وربنا يخليكم ليا